وعافي ملف وذكرى تصيلة مباشرة بتنوع مصادر الإرهاب وتهديد الاستقرار العراقي قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردوني إن عام 2003 كان الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني على الإطلاق متوقعان يكون العام الحالي أسوأ منه كوردوني خلال كلمة له في ذكرى تفجير فندق القناة بالعاصمة بغداد استذكر تفاصيل التفجير الدامي وجراحه الماثلة بأذهان الموظفين والمدنيين يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام أن أذاك سيرجيو فيرا ديميلو وألفت إلى أن القانون الإنساني الدولي يداس بالأقدام فأكثر من أي وقت مضى يتم توثيق الفضاء وأحيانا بفخر على يد مرتكبيها أنفسهم ومع ذلك يسود الإفلات من العقاب في كل مكان تقريبا حيث شهدنا مقتل أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة في صراع غزة اشتركوا في القناة